نظم قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية احتفالية للنزلات الحاضنات وسمح لأطفالهم بالحضور لزارتهم والاحتفال معهم بالعيد كما تمت إتاحة الفرصة لحضور عدد من نزلاء مراكز الإصلاح للاحتفال مع زوجاتهم وأمهاتهم النزلات لتفعيل التواصل الإنساني والاجتماعي بينهم قام قطاع الحماية المجتمعية بإقامة احتفالية للنزلات الحاضنات والسماح لأطفالهم بالحضور لزيارتهن والاحتفال معهن بالعيد وإتاحة الفرصة لحضور عدد من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل الاحتفالية مع زوجاتهم وأمهاتهم النزلات لتفعيل التواصل الإنساني والاجتماعي بينهم أحلى مفاجأة بصراحة شفتها النهاردة أن أنا شفت جوزي وعيالي واخدتهم في حضني وعدت معهم أكتر وقت ممكن وكنت مبسوطة وما زلت مبسوطة لحد لما يمشون نشكر السيد الرئيس الدمورية بالمناسبة الجميلة دي في المناسبة العيد طبعاً ودي حاجة ما لا أحد ما كانش متوقعها اللي احنا مثلاً يحصل زيارة زي كده وحفلة للأطفال والاجتماع بالأم والقاعدة الجميلة دي كلها كده أكيد يوم بيبقى جميل جداً أنت تعيش العيد مع والدتك وقريبك بشكل عام فبنشكر سيدة الرئيس جداً وزارة الداخلية على الفرصة اللي هي تحتها لنا النهاردة خلاص كل اللي فات مساها ومن وقر اللي جاي حياة ومستحيل فيهم ترفض حياة أفضل أنا كنت مبسوطة جداً وما كنتش متخيلة فعلاً أنحنا هنعد الوقت ده كله مع بعض وأنحنا هنعد من أول اليوم لحد دلوقت إحنا بقلنا أكتر من خمسة ساعات تقريباً قاعدين مع خلاص طبعاً أنا حسنة أولادي إن أنا شبعينا من أولادي على عد أن أنا ببقى مفتقدوهم وقتي الضيارة فأنا حسنة أنا شبعينا منهم حسنة هم مفحودين بس كل وزارة الداخلية لها جمعاتنا وجماعتي وجابولي من المراكز لها تضم شامل هنا المفتوطين طبعاً حاجة جميلة جداً كل أم معاها طفل بتتعامل معاملة أدمية طفلها بيتعامل معاملة يمكن مش هيشوفها برا من كل حاجة بتتوفر الأطفال من ألعاب من الحاجات الشخصية بتاعت الأطفال من اللبن من البنبرز كل الحاجات متوفرة لهم هتتغير من بكرة معك أجمل هكذا تسعى المنظومة العقابية الحديثة نحو تأهيل نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقاً للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية قول الرئيس عبدالفتاح السيسي متشكرة جداً كل سنة وحضرتك طيب شكراً على كل حاجة جزاك الله عننا كل خير بجد مركز التأهيل والإصلاح فكرة أعادت حياة ناس كتير وخلتنا عندنا أمل في بكرة بجد طيسنا يا ساني طهرنا أنت الحامل مصرنا معاك هنعمر أرضنا وهنعلى أكتر من زمان دا الماضي راح وانتهى والحاضر بيك ابتدى دا أنت اللي ياما قلتها تحيا مصر للأمام تحيا مصر للأمام